السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عايزة تركز معايا جدا في الموضوع ده لأن الموضوع ده بيمس الراجل قبل ما يمس المرأة جالي السؤال ده كثير من النساء وكثير من الرجال بيستحوا أن هم يسألوا ولكن برضو كثير من النساء وكثير من الرجال بيكلموا في نفس المسألة دية هل اتيان المرأة في الإسلام حلال أم حرام؟ اتيان المرأة طبعا حلال لا اتيان المرأة في الدبر في الإسلام حلال أم حرام؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وحنبينه بإذن الله تعالى من شقين الشق الديني والشق الطبي ولكن قبل ما نبينه من الشق الديني والشق الطبي ليه دايما النساء والرجال بيتكلموا في الموضوع ده كثير من الرجال إلا من رحمة ربي عايز يغير الموضع للانتشاء يغير الموضع الأصلي للانتشاء بيظن أنه هو لما يغير الموضع الأصلي ده يحصل له انتشاء أو يحصل له شهوة أكبر لما يأتي الموضع ده ده نتيجة ايه برضو؟ نتيجة فضول أنه هو سمع من غيره أو سمع من أفلام إباحية أنه ده لذة للمرأة ولذة ليه طبعا المرأة سعاد بتوافع على الموضوع ده لأسباب مش أسباب انتشاء زي ما الراجل عايز ولكن أسباب أخرى إيه هي الأسباب الأخرى؟ إنه هو عشان ما يبصش لوحدة تانية عشان ما يروحش يعمل الموضوع ده مع واحدة تانية فهي بترضى بالموضوع ده مع إن الموضوع ده يسبب لها الأذى النفسي والأذى الجسماني والألم كمان هنرجع للموضوع دينيا وطبيا هل الموضوع ده دينيا موجود في القرآن الكريم إتيان المرأة في الدبر؟ لا طب هل موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضو لا الآية اللي تتكلم بتتكلم عن إتيان المرأة في القبل وليس الدبر الله عز وجل في كتاب العزيز يقول ويسألونك عن المحيد وليس ويسألونك عن إتيان الدبر ويسألونك عن المحيد يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيد يبقى إتيان المرأة في المحيد هو أذى فمن أجل هذا الأذى أمران الله عز وجل أن نعتزل النساء أثناء هذا الأذى ويسألونك عن المحيد يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيد أي لا تأت المرأة في المحيد ليه لأنه أذى أذى للرجل وأذى للمرأة يسبب للرجل الفطريات والأمراض التي هي التناسلية ويسبب للمرأة أيضا الفطريات والأمراض التناسلية غير طبعا الرائحة بتاعة دم الحيد أو الدورة الشهرية ويسألونك عن المحيد يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ما تجيش جنبها إلا إذا طهرت إلا إذا إيه إذا طهرت طب إيه هو اللي حي أطهر الموضوع الطبيعي اللي هو القبر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إذن هنا المرأة يجب أن تتطهر ثم تأتيها من حيث أمركم الله طب الله عز وجل أمرنا أن نأتي المرأة قبلا أم دبرا أمرنا أن نأتي المرأة قبلا دينيا وعرفيا الراجل يأتي المرأة قبلا لأن دا الموضع هو المهيئ لمسألة الجمع فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله طيب جميل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يبقى الله عز وجل يحب التوابين اللي تاب بعد ما كان بيأتي المرأة إيه في الحيث ويحب إيه المتطهرين المتطهر الذي لا يأتي المرأة إلا في طهر طيب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم واتقوا الله دي الآية اللي البعض اختلف فيها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم واتقوا الله فقال لك أنا شئتم يعني بتدخل موضع الدبر في أنا شئتم طيب هل الآية فيها موضع الدبر لا ما فيهاش طيب ما يا شيخ وليدي ممكن أنا شئتم يعني الموضع الدبر كمان داخل فيها لا واحدة واحدة نساؤكم ركز معي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم واتقوا الله فأنا حسأل سؤال هنا واتقوا الله هل تنفع تقو الله مع الأذى يعني مثلا ممكن أنا أقول لك إيه اتق الله عز وجل وأأتي المرأة في المحيط هتقول لي لا اتقاء الله عز وجل ألا أأتي المرأة في المحيط يبقى أنا كده باتق الله عز وجل ولا أأتي المرأة في المحيط طيب ينفع أننا أقول لك تاتق الله عز وجل وتأتي الأذى مع تقو الله عز وجل هتقول لي لا ده فيه تعارض إذا اتقيت الله عز وجل لا أأتي الأذى طيب جميل لو أثبتنا أن اتيان المرأة هو أذى يبقى كده كده المسألة خلاص انتهت مفيش منها كلام وطبعا الكلام اللي انا بكلمه ده لصاحب القلب السليم مش الانسان اللي هو بيدور على الغرائزه بيدور كده بينبش في الكتب على اي قول عشان يحلل اتيان الدبو يبقى احنا كده قلنا ايه تقوى الله عز وجل تتعارض مع الاذى صح ماينفعش نقول ان تقوى الله عز وجل لا تتعارض مع الاذى طيب اتيان المرأة في الدبر طبيا بقى هل هو اذى ولا مش اذى خد عندك اولا يسبب للمرأة الالم طب ده يتعارض مع تقوى الله عز وجل اه يتعارض طبعا مع تقوى الله عز وجل تقوى الله عز وجل ألا تسبب للمرأة الام طيب دي الاولى ثانيا الله عز وجل قال اتيان المرأة في المحيط هو اذى ليه ممكن يسبب امراض من رائحة الحيض نفسه ممكن ينفر الراجل منه فكذلك الدبر الدبر مع اتيان المرأة تصدر رائحة وتخرج كمان بعض الفضلات في الاتيان نفسه يبقى اذى ولا مش اذى اذى يبقى خلاص دي الاذى يتعارض مع تقوى الله عز وجل تقوى الله عز وجل ألا تأتي هذا الاذى يبقى كده اثنين ارتخاء عضلات او ارتخاء عضلات دبر المرأة من الجماع الشرجي بيحدث ارتخاء للعضلات فلما بيحدث ارتخاء للعضلات المرأة لا تستطيع بعد كده التحكم في البراز بتاعها يعني ممكن البراز ينزل بدون تحكم منها طب ده يتعارض مع تقوى الله عز وجل نساؤكم حرص بذكرك نساؤكم حرص يبقى لما يحدث ارتخاء لعضلات المرأة وانها تنزل الفضلات لوحدها يبقى ده يتعارض مع تقوى الله عز وجل ولا لا نعم يتعارض اذا من تقوى الله عز وجل قال لا اجعل للمرأة ارتخاء عضلات طيب ايه تاني قال لك كمان ان المرأة اذا نزل فيها المنية في الدبر ساعات بيختالط مع الدم وتحدث البكتيريا وانتشار البكتيريا والالتهابات الله يعني كل ده اذا ولا مش اذا للرجل كمان وللمرأة اتيان المرأة دبرا بيسبب كثير من الامراض منها امراض السيلان والالتهابات وكمان بيدخل فيه الاذ والسرطان طيب ده اذا ولا مش اذا اتيان المرأة دبرا ممكن بيحدث ثقب في المستقيم او القولون ده اذا ولا مش اذا للمرأة اكيد كلنا هنقول ده اذا للمرأة طب اذا المرأة بيتعارض مع تقوى الله عز وجل ولا لا يتعارض نعم يتعارض يبقى اذا اتقيت الله عز وجل لا اجعل التهابات للمرأة لا اجعل امراض للمرأة نفسيه نفسها المرأة وهي تؤتى دبرا الالم اللي هي بتتألمه ده يتعارض مع المرأة كما قلنا يبقى اذا طبيا في بعض الخطورة او خطورة يعني صحيحة على المرأة من اتيان الدبر فكل ده طبيا وطبعا لا تعارض بين الدين والطب فلو انا ابحت للمرأة او اولت الآية دية ان هي جواز اتيان المرأة دبرا بسبب هذه الآية يبقى انا بجوز الاذى للمرأة اللي ربنا نهى عن نهى في بداية الآيات ويسألونك عن المحيط قل هو ازف بعتزل النساء في المحيط فالاسباب لا يعني العلماء قال لك لا تفريق بين متماثلين يعني ده شيء هيجيلك منه اذا فربنا حرمه فحيحلل ربنا في نفس الآيات موضع تاني موضع تاني يجيلك منه الاذى طب ازاي فانا زي ما بقولك كده فكر بعقلك فكر بقلبك فكر بفطرة سليمة ده كمان العلماء الطب قالوا ان الانسجة الداخلية للدبر غير مهياء اصلا للجماع فبيحصل فيها تهتك لكن انسجة القبل لا دي مهياء للجماع يعني دي رقيقة ودي غريضة دي تستحمل ودي ما بتستحمل يبقى ده اذا للمرأة ولا ما اذا يعني انت حكم عارق ده اذا ولا مش اذا اذا يبقى يتعارض مع تقو الله عز وجل نسائكم حرص لكم فأتوا حرصوكم اني اشيئتوا واتقوا الله يا عم الشيخ طيب انا بتق لعز وجل بساع يعني هسبب ازل المرأة في ارتخال عضرات هسبب ازل المرأة في الالم هسبب ازل المرأة في الرائحة هسبب ازل المرأة في البكتيريا في الامراض هسبب ازل المرأة في الانسجة الداخلية الله كل ده وبتقول لي انا متاق الله عز وجل وما لو انت متاقيتش الله عز وجل يبقى ايه الكلام يعني سبحان الله فياخوانا يعني انا جبتها لكم كمان طبيا عشان بس انت بتعملها بقى وعايز بتتوب منها او ما بتتوب منها دي مسألة اخرى لكن لا تحللش حرامه الله عز وجل ما تحللهوش ما تحولش ان انت تسعى ان انت تحلله لانه هو في النهاية اذا فانت هتحلله اقول بقى يا رب توب علي منه طب والله انا بحاول ان انا اتوب والكلام ده كله وزي اخوانا المرأة زي ما انا قلت كده ان هي بتديه للراجل غصبا عنها مش برضاه فممكن الغصب ده كمان بيتحول العلماء قالوا انه بتحول لحكة يعني بعد كده ممكن هي اصلا يعني لا تنتشي من القبر وتنتشي من الدبر نتيجة الحكة مش نتيجة اللذة ان اصابها حكة هي حاجة تحك الموضع ده فاصابها الحكة دي فهي تنتشي من الموضوع دوت يعني تحدث لها بعض اللذة من الموضوع دوت ولكنه في الاخر حرام فليه احنا نعرض المرأة للموضوع دوت يعني المفروض ان احنا كلنا نتقل لعز وجل زي ما انا قلت انت بتعمله توب منه لكن ما تحاولش تحلله عملوا دراسة في 2016 على نساء امريكا فلاقوا ان 12% بس منهم اللي هما المرأة منهم تقتى دبرا يعني طيب يعني لو احنا شلنا بقى من ال 12% دول مسألة الغصب غصب الرجل على المسألة دية وشلنا من ال 12% دول بقى العاهرات واللي هما مثلا كذا وكذا وبيعملوا الموضوع دوت بأجر او بيعملوا الموضوع ده عشان تاخد اجر من الزبون او الكلام ده كله حيفضل كام في المية هو بيصور لك ان الموضوع ده موضوع كله لذة وكله مش عارف ايه و ايه و ايه و الكلام ده كله وفي النهاية هو في الاخر اذى لك و اذى للمرأة والله عز وجل حرم الاذى فهل انتم منتهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته